القرآن كالصاحب كلما طالت الصحبة عرفت أسراره فالصاحب لا يعطي سره لمن يجالسه لحظات ثم ينصرف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مشاهد قرآنية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما هذه الآية قلبت موازين الحضارة الإنسانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة ذلك العالم الأمريكي مايكل هارت الذي كتب العظماء المئة الأكثر تأثيرا على الحضارة الإنسانية وضع في المقام الأول والمرتبة الأولى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ ما الذي جعل هذا الإنسان الأمريكي يضع رسولنا الكريم في المقام الأول في تأثيره على الحضارة الإنسانية؟ واحدة من هذه الأسباب قضية العلم الذي برز به المسلمون تأملوا هذه القضية وقل ربي زدني علما لا يمكن أن أطبق هذه الآية إلا من خلال هذا المشهد هذه الأم تشجع أبنائها وبناتها على طلب العلم المستمر لأنني عندما أقول ربي زدني علما لا يمكن أن أطبق هذه الآية إلا من خلال الاستمرارية الدائمة في طلب العلم في طلب العلم وكما يقال أطلب العلم من المهدي إلى اللحد وكما يقال حتى في الأبيات العربية والقصائد العربية والشعر العربي يقول الإمام الشافعي في قضية تقدير العلم وكيف يرفع من شأن هذا الإنسان فلعلك إن حضرت بمجلس كنت الرئيسة وكنت فخر ذاك المجلسي بسبب إيش؟ علمك الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم يؤكد على هذا المشهد الرائع الجميل في قضية طلب العلم ويقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الإجابة عند كل ناس بلا استثناء أنهم لا يستوون أبدا لا يستوي من لديه علم ومن هو جاهل بهذا العلم عندما نأتي إلى الآية التي بعدها يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفوق كل ذي علم عليم أي أن مهما وصلت من علم في هذه الدنيا فاعلم أن هناك من هو أعلم منك في هذا العلم ولذلك نقول أن العلم بحر لا شواطئ له عميق غزير لا يمكن أن تصل إلى قاعه ولا يمكن أن تصل إلى شطانه أو سواحله لأنه لا سواحل له عندما نتأمل في الحضارة الإسلامية عليه الصلاة والسلام كان يطلب من أصحابه أن يتعلم القراءة والكتابة القرآن الكريم المعجز وهي أعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم كانت كتابا وهذا أيضا تقديرا لقضية العلم وأول أمر نزل في القرآن الكريم تأمل هذا المشهد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم عندما شاع العلم في الحضارة الإسلامية وكان في الحضارات التي قبلها غير مشاع هو فقط لفئات معينة من البشر هم علية القوم أو هم الكهنة أو هم القادة لكن العبيد وعامة الناس كانوا محرومين من طلب العلم وممنوعين من ذلك منعا باتا وكان العبد إذا حاول أن يتعلم قد تكون عقوبته الإعدام والقتل تأمل كان ابن عباس يأتي بعبيده يربطهم ربطا لكي يحضروا درسه ويتعلموا القرآن ويتعلموا السنة النبوية الشريفة حتى أصبح موالي ابن عباس هم علماء الأمة بعد موته عليه رضوان الله تأملوا في عصر التابعين وهو القرن الأول الهجري من هم العلماء الذين سادوا في عصر الحضارة الإسلامية في مكة المكرمة كان لا يفتي إلا عطاء ابن أبي رباح في البصرة الحسن البصري محمد بن سيرين سعيد بن جبير هؤلاء هم أئمة وسادة التابعين كلهم كانوا موالي كلهم كانوا عبيدا ولكن هذا العلم كما يقال والعلم يرفع بيتا لا إماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف قضية العلم المشهد القرآن العظيم يقول لنا أن الأمة التي تريد أن تتقدم والأمة التي تريد أن تسابق الأمم الأخرى عليها التركيز في طلب العلم أولا تأمل الآن كوريا الجنوبية كانت في الخمسينات دولة متخلفة تأمل سنغافورة كانت أكثر تخلفا من كوريا الجنوبية تأمل ماليزيا كانت أكثر تخلفا من كوريا وسنغافورة هذه الدول الثلاثة بالذات أرادت أن تتقدم فركزت على جودة العلم وطلب العلم أنا أريد أن أخرج فعلا مهندسين حقيقيين وأطباء حقيقيين ومخططين حقيقيين واستراتيجيين حقيقيين أريد علم حقيقي فجودة العلم الذي حصل في كوريا وفي سنغافورة وفي ماليزيا أدى إلى هذا التطور الهائل في هذه الدول الثلاثة أنا لم أدخل مدرسة من مدارس من مدارسنا إلا وأجد هذه الآية بل لا يوجد مكتب من مكاتب مدراء المدارس إلا وأجد هذه الآية وقل ربي زدني علما ثم أتأمل في واقعنا وأتأمل في حياتنا فأجد قضية كره القراءة وكره الدراسة عند أبنائنا وطلابنا مكاتبنا كثيرة بل لا توجد مدرسة من مدارسنا إلا ويوجد فيها مكتبة تأملت قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يصطرون نون والقلم وما يصطرون كما قلنا في بداية الحلقة أن كل كلمة أو حرف أو اسم في القرآن الكريم له قيمة عظيمة القلم وما يصطرون أي يكتبون تأمل هذه القضية هذا التفاعل بين القلم وبين السطور أو ما يكتب وبين وقل ربي زدني علما العلم العلم لا يزداد عند الإنسان إلا بطريقين إثنين إما أن أقرأ فأزداد علما فنتأمل قول الله سبحانه وتعالى في أول أمر نزل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وأتأمل في الحالة الثانية أنني أكتب في علم من العلوم الذي يكتب يزداد علما والذي يقرأ يزداد علما في نهاية هذه الحلقة ما هو الملخص أنا أريد أن أشاهد هذا المشهد الذي كان موجود في دولة الأندلس وهي أرقى دولة خرجت في الحضارة الإسلامية على الإطلاق كان في كل بيت من بيوت المسلمين في الأندلس مكتبة كان أهل الأندلس يفتخرون باقتناء الكتب وقراءتها أنا أريد أن أرى هذا المشهد الرائع الجميل أن أرى في بيوتنا الرائعة الجميلة الفلل هذه التي صرفنا عليها الملايين أن أجد هناك زاوية في البيت التي يوجد فيها مجموعة من الكتب والروايات مجموعة من طلبة العلم اللي هم الأبناء والبنات أن يكون لهم زاد يومي في طلب العلم في طلب العلم الله سبحانه وتعالى لا يتكلم عبثا كلامه عبر وحكم ومشاهد فأنا أريد فعلا من كل أب وأم يريد أن يطبق هذا المشهد القرآني وقل ربي زدني علما أن يبني في بيته مكتبة فيها كل العلوم العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والعلوم الكونية والعلوم الرياضية والعلوم الهندسية يمزج كل هذه لأنها كلها أتت من الله سبحانه وتعالى العليم الخبير أقول البيت الأخير للشافعي لعلك إن حضرت يوما مجلسا كنت الرئيسة وكنت فخرة ذاك المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن كالصاحب كلما طالت الصحبة عرفت أسراره فالصاحب لا يعطي سره لمن مجالسه لحظات ثم ينصرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر